رحل عنا الكثير من الأحبة والأصدقاء وأتصور أنه الحقيقة الأساسية الوحيدة التي لا يختلف عليها بين البشر هي الموت فالموت حق حق على الجميع كله من عليها فان كله هي موت اللي ناسي واللي فاكر المؤمن والكافر الحل والوحش كله ميت لو وصلنا إلى هذه القناعة وتذكرناها أكيد سلوكنا هيتغير مع بعضنا البعض وبقول تاني أنه الكراهية والبغضاء لما تنتشر وتسود الأمراض بتنتشر وبتسود لأنه الكراهية هي باب الأمراض لا يمكن لواحد يكون بيكره وبيحقد وبيحسد ويكون صحيته كويسة بالتأكيد صحيته هتعتل وهيمرض لأنه الكراهية ممرضة فبقول نتخلى عن الكراهية ونستبدلها بمساحات من الحب الصادق ونستبدلها بمساحات من التسامع الحقيقي مش بنظر ولا بقول مواعز لكن بقول اللي أنا شايف أن فيه تمدد لظاهرة اسمها ظاهرة الشماتة في الموت وظاهرة الفرح لموت الآخرين وظاهرة أنك أنت بتتجرأ على الله وتقول مين هيخش الجنة ومين هيخش النار شفناها للأسف من مجموعة من الجهلاء بدين الله والذين يتجرؤون على رب العزة بتجرؤوا عليه بيتألهوا على الله بقول أنه هؤلاء للأسف الشديد كانوا مصدرين نفسهم للمشهد على أنهم دعاء النهاردة بيغيروا الطايتل بتاحهم من دعاء إلى قضاء إنجاز أنهما كانوا دعاء أنا هسلم جدلا أنهما بالفعل كانوا دعاء يدعونا إلى الله فجأة بيغيروا البرج بتاحهم من دعاء إلى قضاء قضاء بيقضوا بإيه؟ مش بين الناس ده بيقضوا بين الناس وبين ربنا وبيحطوا نفسهم مكان ربنا سبحانه وتعالى لما مات صديقنا واقل إبراشي ومات صديقنا ياسر رزق ومات المستشارة الجليلة المرحومة هان الجبالي وأخيرا مات من يومين الأستاذ سيد القمني الدكتور سيد القمني فجأنا أنه هؤلاء الذين كانوا يتقدمون الصفة لأنهم دعاء بيعملوا نفسهم قضاء وبيقولوا لا ده داخل النار وده كافر وده مؤمن وده كذا وحاجات من هذا القبيل شوفوا محمد الصغير بيقول إيه؟ بيقول هلاك سيد القمني فتح مجددا باب اذكروا محاسن موتاكم أولا محاسن مفقودة سنين القمني ليس من موتانا أنا بسأل سؤال بقول لمحمد الصغير ولمحمد الرخيص ولا أي حد منهم أبراهيم اللي تكلموا في القصة دي أقول ليه عليهم؟ المجموعة هات لكلهم هات لكلهم ده عبدالله رجد بيقول انتقل سيد القمني إلى الدار الآخرة للقاء ربه الذي أفنى عمره في محاربة شرعه ترك وراءه دنيا الخلق التي اشتراها وبعدينه وقدم على دار الحق ليلقى الله فردا ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة فاللهم توفن على ملتك وثبتن على شرعتك هو بيقول بعدينه أنا بسأله بقول عبدالله وبسأل الصغير وبسأل غيره انت شفتوه ببعدينه يعني شفتوه عام العقد ببعدينه هل لا شققتم عن صدره شوف اللي بعد كده بيقول عاصم عبد الماجد هلاك المرتد سيد القمني كان يهزأ بالقرآن ويشجع على الردة إحدى تلميذاته المرتداتها جرت لأمريكا واختفت كذا كذا غيره فيه تاني يا ابني حاتم الحويني سيد القمني استراحت منه الأرض بناسها وبدوابها وشجارها لسوء فعاله وضلاله أفضى إلى ما قدمت يداه فعليه من الله ما يستحق فاللهم عامله بعد لك ده يعني ده ساب الأمر ربين ده ما تألهش يعني خليني بس أقول لحضراتكم بيقول في حديث ورد في صحيح مسلم في صحيح مسلم والناس برضو الفقهاء يرجعوني لو أنا غلطان حد يصلاح لي ما فيش مشكلة عن جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان والله لا يغفر الله لفلان ربنا مش هيغفر لفلان ده واحد بيقول فقال الله من ذا الذي يتألى علي من اللي بتجرع علي ربنا بيقول من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك ده رواه مسلم رواه مين رواه مسلم ارجعوله شوفوه خد بالك ده واحد بيحكم على الله استغفر الله العظيم اللي بيتألى بيحكم على الله بيقول له دخل من الجنة ودخل من النار واغفر لمين وما تغفرش لمين وأنا بقول يا جماعة انت مش الكنترول الروم بتاع ربنا انت مش قاعد استغفر الله العظيم ده أحاديث قدام حضراتكم أنا دخلت قريته والله أحاديث كتير جد أنا هو ويل ده تاني ويل للمتألين من أمتي ويل للمتألين من أمتي من هم اللي بيحكمون على الله دول بيحكموا على الله ف ويل لهم ويل ده ودي في جهنم كل الناس دي اللي بتكلموا دي كلهم كفروا ياسر الرزق وكفروا الإبراشي وكفروا مش عارف مين وكفروا القبني وقالوا دول أعوان الظلمة وكفرون ولعنونا وشتمونا وغيره دول بيتألوا على الله دول اللي ربنا حذر منهم وقال ورسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ويل المتألين من أمتي وتاني ربنا بيقول من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان انت مالك انت مالك انت مالك انت مالك انت اللي اللي ربنا بيقبض روحه عنده خلاص ده مين سيدنا كان مين سلمان ولا مين في أحد المعارك واحد عمال يحارف في المسلمين وغيره ومش عارف إيه وفي الآخر أول ما جيه موت ألا شهد الله فقتله موته فرح لبقى قال له انت قال له مش تشاهد قال له آه قال له بس بيجذب قال له هلا شققت عن صدره انت دخلتك هو إيه هو الكلام ده كله مش عجبكم بتقولهوش ولا انتو بتقرؤوا من الدين اللي عجبكم وبترموا اللي مش عجبكم أنا مش فاهم يعني أنا مين هو الدعاء ده اللي يجي يقول إيه والله فلان داخل النار والله فلان لن يغفر الله له والله فلان كذا ولو ربنا يغفر له يبقى تيه حاجة غلط الكون ده في مرة واحد قال لو مرسي مرجعش يبقى الدين ده تيه حاجة غلط فاكرني يا ابن الكلام ده اللي أنا بألف اقسم بالله العظيم ثلاثة هؤلاء دول مش مش عندهم فكر غلط ده هم مجانين اللي بيحصل ده من الناس كل ما ييجي واحد يموت الحق شوف البلاء ربنا ادهم على قد دنيتهم ربنا ادهم على دنيتهم فلان شفت مات ازاي شفت عمد ايه شفت حصله ايه ولبحد يموت منهم يقول لك ده ابتلاء وإحنا ربنا بيختبرنا في الابتلاء وغيره عموما قالوا بيننا وبينهم الجنائز وهي الجنائز بتقولهم أنتم على باطل تاني هاختم الحلقة بالآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة وتاني آخر كلمة بقولها لهؤلاء لهؤلاء جميعا ويل للمتقلين من أمتي